نتمنى دائما أنكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة الفيديو نتعني يوم يخص التلاميذ للقوم مشكل في إيجاد اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور من أجل الولوج إلى موقع الدعم المخصص من طرف وزارة التربية والتعليم اليوم رأني وجدت لكم الطريقة الصحيحة اللي ما عندهش الوصل يعني هي من المفروض أنه لما ندفع حقوق المشاركة في الامتحان سواء امتحان شهادة التعليم ابتدائي متوسط أو الباكالوريا شهادة الباكالوريا يعطوني وصل هذا الوصل يكون في اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور هناك الكثير من التلاميذ اللي ما تحصلوش على الوصل المهم أنا رح نريكم الطريقة الطريقة في البداية رح سهلة وشفتوها مقبل في الفيديو اللي سجلتوا به من أجل التحصل أو الحصول على كشف نقاط الفصل الثاني رح ندخلوا لنفس الموقع بالنسبة للتلاميذ اللي سجلوا مقبل في الموقع وتحصلوا على كشوف النقاط رح يكون الأمر سهل بالنسبة لهم بالنسبة للتلاميذ اللي ما زال ما استخرجوش كشوف النقاط ولا ما زال ما سجلوش في الموقع رح نري لهم الطريقة من جديد وإن شاء الله يعني تكون الطريقة سهلة وتفيدكم كما تشوفوا هنا عندي متصفح جوجل وش ندير في محرك البحث نكتب العنوان إدوكاسيون أو بي ألعف ثروة ثروة إدوكاسيون وش رح تديروا أنا هاد العنوان ولا هاد الفالا هاد العنوان ولا رح نخليه لكم رح يخرج لكم على شكل رابط ورح نخليه لكم في صندوق الوصف أو في أول تعليق في القناة يعني أول تعليق تحت الفيديو ولا في صندوق الوصف من تحت الفيديو تدخلوا وتميك تلقوا للموقع تضغطوا عليه مباشرة يحولكم لهذه السفحة المهم أنا وش ندير هنا رح نروح عند السهم باش ندخل للموقع جيد هذا الطريقة شفناها مقبل شفناها في الفيديو السابق اللي تحدثنا فيها عن كيفية الدخول التسجيل في الموقع والحصول على كشف نقاط الفصل الثاني أو الفصل الأول الموقع يبقى هو هو يعني ما في حتى ولو في السنوات القادمة بإذن الله يعني تقدروا تحصلوا على كشوف النقاط نتوحكم يعني في أي سنة يعني من نوجه يعني الموقع رح يبقى هو هو هذا الموقع لما نسجل فيه ويكون عندي حساب فيه يعني نحافظ على على البريد الإلكتروني كلمة السر هكذا كل مرة ندخل للموقع يعني ونستفاد منه وبالطريقة نتاعي المهم هنا كما تشوفوا عندي تخرج لهذه الصفحة مرحبا بكم في الأرضية الرقمية لوزارة التربية والتعليم عندك البريد الإلكتروني كلمة السر عندك هذوك الأرقام اللي تكتبهم والتحتها كامل عندنا تسجيل الدخول من الجهة اليمنى بالأخضر وعننا تسجيل جديد من الجهة اليسرى بالأحمر إذن لما يكون عندي حساب من قبل أنا واش ندير نكتب مباشرة البريد الإلكتروني نحط كلمة السر نتاعي ونعاود نكتب إعادة كتابة الأرقام ونضغط على تسجيل الدخول اللي رهي بالأخضر جيد عفوا إذا كان ما كانش عندي يعني عمري ما سجلت في هذه الموقع ما سجلت من قبل واش ندير نكتب البريد الإلكتروني ولا عفوا نروح مباشرة نضغط على تسجيل جديد بالأحمر من الجهة اليسرى في هذه الصفحة من الجهة اليسرى تحت كامل تلقى مربع فيه تسجيل جديد بالأحمر نضغط عليه شوفوا لما نضغط عليه وش يخرج لي فالات خرج لي البريد الإلكتروني كلمة المورور ونعاود نكرر كلمة المورور ونكتب الأرقام ونضغط على التالي هذه في حالة ما إذا ما كانش عندي حساب في الموقع واش ندير ندير تسجيل جديد يدخلني لهذه الصفحة نكتب البريد الإلكتروني أي بريد بريد إلكتروني متوفر عندك تكتب كلمة المورور اختيارية لتعرف روحك أن تقدر يعني تذكرها تعاود تكرر كلمة المورور وتكتب الأرقام اللي يعطيهم لك هنا تعاود هكيم احنا هنا 844 صفر تكتبهم من اليسار إلى اليمن وتضغط على التالي هذه في حالة ما إذا ما كنتش مسجل في الموقع من قبل نحن غالبية التلاميذ سنسجلين في الموقع وردت لكم الكيفية في الفيديو تاستخراج كشف النقاط اللي ما شافش الفيديو يروح يدخل للقناة ويشوف الفيديو يلقى الفيديو منها يقدر يستخرج كشف النقاط منتاعه ومنها يسجل في الأرضية الرقمية نحن سنسجل مباشرة البريد الإلكتروني كلمة المرور نعود ونكتبه الحروف اللي يعطيهم مننا ونضغطه على تسجيل الدخول اللي راه في الجهة اليمنى من تحت بالأخضر تخيب رح نكتب البريد الإلكتروني اللي راني فاتح به منقبل كلمة المرور كذلك ثلاثة أربعة اثنان أربعة ونضغط على تسجيل الدخول رحي في الجهة اليمنى من تحت بالأخضر عفون تخيب واجهني لهذه الصفحة هذه الصفحة رح تخرج لك لما تكون يعني دخلت للموقع من خلال جهاز موبايل يعني تليفون ولا طابلات لكن لما تكون سجلت الدخول من خلال كومبيوتر عفون يعني رح تظهر لك الصفحة غير هكا واش رح نديرو يعني كين الكثير اللي قالوا لي لما وضحت لهم في فيديو تسجيل كيفية الدخول الى الارضية الرقمية وكيفية استخراج كشف النقاط النقاط عفوا قالوا لي انه الفوق ملقاش هذك ثلاثة نقاط الكثير سألوني يعني انا ملقيت ثلاثة نقاط الى غيرها شوفوا أنا لما نطلع على الصفحة ستختفي من فوق كما تشوف ستختفي كيفية نطلع الصفحة التاعي بشو تخرج 5 نقاط هنا شوفوا هذة طريقة نكرر هنا بهذا الطريقة لما نطلع الصفحة التاعي راني نطلع ونتصفح هذك ثلاثة نقاط ستختفي نعاوز نطلع كامل تحت تخرج لي ثلاثة نقاط من نضغط على ثلاث نقاط نجد كما ترى هنا version for ordinateur version for ordinateur أو التحويل الى سطح مكتب نضغط على المربع كما ترى عندما نحول من حساب عادي الى سطح المكتب يقول لك عاود سجل من جديد نعاود بنفس البريد الالكتروني يعني ما تقلقوا موالوه غير براحتكم نفتح عفوا هنا كلمة سر نطرع الفوغى ظهلا هنا عندي البريد الالكتروني انتاعي اللي سجلت به من قبل كلمة المورور كذلك اللي سجلت بها من قبل ونكتب الحروف اللي يعطاههمني من اليسار الى اليمين هنا عندي أربعة سبعة تلاتة وتلاتون ونضغط على تسجيل الدخول هنا طلعت لي على شكل سطح مكتب ونقدر نتصفح هذه المربعات يعني أشرت لهذه المربعات مقبل في التعليقات لبعض التلاميذ أنه عندنا مربعات ملونة وتكون في كل مربع في الكتابات كما تشوفوا هنا هنا لما نضغط هنا في الأخضر كوشوف النقاط هنا يظهر لي كوشوف النقاط متع التلاميذ نضغط على أي تلميذ ونضغط في المربع لمقابل الإسم كما تشوفوا هنا هنا أرقام التسجيل ونرمز التلميذ مقابل كما نجد مربع فارغ أو مربع في زائد صغيرة بالأخضر نضغط عليها ونخرج كشف النقاط التالي عندما نضيف تلميذ أنا شفت التلميذ وعندي تلميذ آخر وعندي ابن آخر ونشوف له وش نضير ولا ابن عمي ولا ابن خالتي ولا عادي ما كاش مشكل نضغط على هذا المربع الرمادي أبناء المتمدرسين رح نضغط عليه كما تلقاوا هنا وش تلقاوا إضافة تلميذ بالأخضر نكبر لكم الصورة هنا من الفوق على اليسار تلقاوا إضافة تلميذ نضغط لما نضغط تخرج له هذه الصفحة نحط المديرية نتعى التلميذ اللي رح نبحث له الرمز نتاعه مباشرة يعني تلقائيا يخرج لي اسم التاعه وندير نوع العلاقة أب أم أو كافيل إذا كان قريبين نحط كافيل وندير تأكيد ويخرج لي ونسجل التلميذ بهذه الطريقة يعني بهذه الطريقة يتم إضافة تلميذ جدد في الموقع جيد نحن نذرك رح نبحثه على اسم المستخدم وكلمة المورور نفس الصفحة هذه اللي رعنا نشوفه فيها شوفوا واش عنا هنا كذلك مربع بالأخضر مكتوب فيه الامتحانات الرسمية متابعة الامتحانات الرسمية كما تشوفوا هنا الجارس نضغط عليها لما نضغط عليها تخرج لي هذه الصفحة هذا كشوف التلاميذ اللي بحثت لهم يعني شفت لي الكثير من التلاميذ تضغط تخرج لي هذه الصفحة ثم رح تخرج ليكم الصفحة نتاحكم ندخل هنا نكبر الصفحة نتاعي تلقاوا الصفحة الرئيسية متابعة الامتحانات الرسمية اللي رعيب بالأخضر نضغط عليها عفوان أو عفوان عفوان فقط هنا ما نضغطش هنا راني نكتشف معاكم يعني لأول مرة ما نضغطش هنا في هذا المربع لا نروح قدام التلميذ أمام التلميذ اللي رح مسجل مثلا أنا عندي هنا التلاميذ اللي سجلتهم منهم أقريبائي منهم تلاميذ اللي بحثوا لي عبر القناة في التعليق وشفت لهم يعني استخرجت لهم كشف النقاط أنتوما لما تدخلوا شوفوا رح نكرر لكم باشتفهموا أكتر أنا عندي هذا المربعات رح يخرجوا لي في الموقع أول مربع من أجل استخراج كشف النقاط ثاني مربع من أجل إضافة تلاميذ أبناء المتمدرسين ثالث مربع هذا امتحانة الرسمية نلقوا جارس ولو نتعه مستطيل أخضر نضغطوا عليه تخرج لي لي بولتان أنتم تكونوا بحثوا على لي بولتان تعال أبناء أتوحكم كشف النقاط إذن أمام كل تلميذ من الجهة يعني مع الآخر كما تشوفوا هنا تخرج لكم معاينة نكبر لكم الصفحة أنا عندي التلميذ هنا بولح لي بآنيس شفت لها كشف النقاط من قبل هنا تخرج لي اللقب بالإسم تاريخ الميلاد عفوان التفعيل شهادة التسجيل وتخرج لي معاينة هنا وش تديرون الضغط على معاينة لما نضغط على معاينة تخرج لي هذه الصفحة لتحتوي على كل المعلومات نتعى التلميذ كما تشوفوا هنا اسم المستخدم هو الرقم الرمز السري لقب الإسم الجنس تاريخ الميلاد كامل المعلومات نتعكم المؤسسة إلى غيرها إن شاء الله بركوا تكونوا فهمتوا طريقة ماذا بكم تركزوا مع الشرح وتشوفوا التكرار راني غلطت في الأول راني قلت لكم كما تشوفوا دخلت هنا نعاود نكرر ما تدخلوش لهذا المستطيل الأخضر لأنه يعني أنا فقط الآن راني نكتشف معكم الأمر ما تدخلوش لهذا المستطيل تروحوا عند التلميذ مباشرة أمامه تلقى معاينة التلميذ اللي راني حاب نستخرج اسم المستخدم من تاعه وكلمة المرون تاعه نروح أمامه نلقى معاينة في الآخر نضغط عليها تخرج لي المعلومات انتاعه كما تشوفوا في أول المعلومات نلقاه اسم المستخدم وكلمة ولا الرمز السري ولا كلمة المرور هذه هي الطريقة اللي نستخرج بها اسم المستخدم وكلمة المرور نتمنى أنه هذة الطريقة فادتكم ولو بالقليل ونتمنى كامل تتحصلوا على اسم المستخدم والرمز السري باش تدخلوا للموقع روحوا شوفوا الفيديو راح في القناة كيفية الولوج إلى الموقع نتمنى أنكم تشاركوا في القناة وهكذا راح توصلكم كامل الفيديوهات اللي راح ننزلها يعني الكثير من التلاميذ راح نرامي خلوا لي أسئلة في التعليقات وأنا هذه الأسئلة راني من قبل المجاوبة عليها في فيديوهات يعني تدخلوا للقناة شوفوا فيديوهات نتعلى القناة ولا اشتركوا هكذا كل ما ننزل الفيديو يوصلكم وتستفادوا منه نتمنى النجاح للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته